إن شاء الله يا فارس معنا أهم أو بعض استعراض أهم أحداث الأسبوع وطبعا كان فيه قرارات لمجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا لازم نقول ألف سلامة لكل اللعابين المصابين يمكن أخره من الكابتن سعد سمير لكن مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد الموافق على صفر حمدي فتحي لعب الفريق لألمانيا وكذلك صفر محمد محمود لعب الفريق لاستكمال رحلة العلاج في ألمانيا نتمنى عودة سريعة لكل المصابين وخاصة حمدي فتحي ومحمد محمود والكابتن سعد سمير طبعا الإصابات الطويلة يا فارس بتأثر على نفسية اللعب خاصة لما بتكون جاية واللعب في الطوب فورم بتاعه لكن طبعا قرارات المجلس إدارة لأعتمد صفر اللعبين في أسرع وقته خاصة سعد سمير النادي الأهلي لا يبخل أبدا في علاج أبنائه ودي من مميزات النادي الأهلي دايما الناس المنتمين للنادي الأهلي بيشكروا النادي الأهلي على دوره تجاههم اللي بيكون بشكل محترف لأن كل لاعب في النادي الأهلي النادي الأهلي محتاجه ولكن من ضمن احتياجات النادي الأهلي لللاعبين كان تدعيم في مجال آخر وفي قطاع آخر وهو قطاع اليد الضم فيه النادي الأهلي اللعب التونسي إسكندر زايد تدعيم مهم جدا اللعب زهير أيصر دولي لمنتخب تونس شارك في أربع مباريات الأخيرة ما كانت مع نادي مدر السعودي سجل 29 هدف هدف كاس العالم للأندية وهدف مونديال الشباب 2017 لعب نتمنى يكون إضافة والنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي بتسعى دائما لإسعادكم في مختلف اللعبات لأن كل مسؤول داخل النادي يدرك أنه مهتمين جدا بألعاب الصلاة اللي ما بقتش ألعاب شهيدة زي زمان خالص يا أحمد فارس وخاصة قرة اليد عندنا في النادي الأهلي الدعم ده لايب تقيل جدا ولايب قوة جدا نتمنى من قطاع قرة اليد في النادي الأهلي يفكر جمعير النادي الأهلي بجيل أشرف عواض وسامح عبد الوارس والإنجازات اللي اتحققت مع القرع الحمراء وعايزين بقى بمعننا في بداية السنة طبعا نصف مصر موليد 1 يناير لكن عندنا التونسي أبو قلب أهلاوي أو أبو قلب مصري الكابتن علي معلون تقريبا أحد نجوم سنة 2019 بيحتفل بعيد ميلاده بتسجيله هدف مرمى المقصة أعتقد علي معلولة فارس قال جملة مهمة جدا قال إن ألعب اللعب في الأهلي منذ ثلاث مواسم ونصف وفي العام الجديد أريد تحقيق كل البطولات التي نشارك فيها أي لعب ينتمي للأهلي يشعر أنه يريد إنهاء مسيرة القروية معه وهذا ما أتمناه مع تحقيق لقب أفريقيا الغائب عن القلع الحمراء منذ فترة أعتقد علي معلول بالفعل هو تنسي بقلب مصري أو بقلب أهلاوي عاشق للنادي الأهلي طبيعي جدا نشوف كلام زي ده من لعيب مخلص حبته جمهير النادي الأهلي حبته الاكتهاد وخلال ثلاث مواسم ونصف وخاصة مش أي حد بيدخل جمهير النادي الأهلي جمهير النادي الأهلي صعب جدا إن أنت من أول لمسة أو من أول تشميسة تلاقي نفسك في قلوب جمهير النادي الأهلي لا لازم تبزي المجهود علي معلول بزل المجهود ده وأعتقد أنيس بو جلبان نموذج حقيقة فارس اللي حتى الآن مازال تستشعر التوانسة سعاد بيغيره منه من النادي الأهلي بعض الفرق هناك لما بيروح النادي الأهلي في تونس صديق تونسي كان بيقول لي أنا حس أن أنيس بو جلبان مصري الجنسية ومصري الهوى وبعد كده يأتي في المقام التاني كتونسي ولكن حابب أقول حاجة فعلي معلول التصرحات دي لها أهميتها التصرحات دي في الوقت ده لها أهمية أكبر لأن بنشوف في أندية كتير جدا فكرة المحترف اللي يتعامل كمحترف كمسمى أنا لاعب محترف أأتي فقط من أجل تقاضي الأموال وليس كتابة التاريخ اللي لفت نظري أحمد في التصريح ده هدف علي معلول المستقبلي الراجل مرتب نفسه مع النادي الأهلي علي معلول في 110 مباراة سجل 16 هدف صنع 32 يعني ساهم في 48 هدف وعلى فكرة علي معلول من الحاجات قيمتها كبيرة جدا لما نشوف المقارنة تبقى مع مين جيل بيرتو علي معلول تخطى جيل بيرتو ليس على مستوى البطولات ولكن على مستوى المساهمة في الأهداف وفي رأيي أن علي معلول يعي جيدا أن 3 بطولات دوري وبطولتين سوبر محلي وبطولة كأس مش ده اللي جاء النادي الأهلي بس عشانه هو عارف خطوته الجاية وهي دوري أبطال أفريقيا وأتمنى لاعب زي علي معلول باللدالي النادي الأهلي يخرج من الباب الكبير بتحقيق البطولة دي ورسالة علي معلول قبل ما تكون لجمهور النادي الأهلي هي لاعبين محترفين وربما من نفس البلد أو من الشمال الأفريقي نعم مش عارف أنت بتتكلم عندي مش عارف أتكلم عن مين عندنا طبعا الأستاذ إبراهيم القفراوي يترقص بعثة الفريق إلى زينبابوي لمواجهة بلاتينيوم طبعا الفريق أيقابل بلاتينيوم عندنا الأول ماتش اليوم الحد مع FC مصر إن شاء الله نحاق الفوز عليه فريق FC مصر لعب معنا 11 جولة تلعب 11 نقطة عمل تعادلات 5 تعادلات 4 هزايم لكن بعد المواجهة دي مباشرة الفريق هتوجه لزينبابوي طبعا عارفين أن الكابتن ساعد عب حفيز والكابتن سامير عدلي دايما بيسبقوا البعثة عشان يحجزوا الفنادق طبعا ويتفقوا على ملاعب التدريب مباراة مهمة جدا في غاية رحاسية جدا بعد خاصة الهلال فاز على نجم السحيل في تونس وأصبح الثلاث فرق ست نقاط مهم جدا أنك تحقق الفوز على بلاتينيوم وتعود بتسعة نقاط وانتظار مباراة النجم السحيلي والهلال التونسي والهلال السوداني تكون نتيجة إيجابية لصالح النادي الأهلي بحيث يكون الفوز إن شاء الله على النجم 24 يناير ضمان للصعود لتخطي دور المجموعات والصعود دور الطالي المجموعة تشابكت وأنا مختلف مع فكرة أن المجموعة صعبت هي رقميا صعبت ولكن أنت عندك مواجهة بلاتينيوم القادمة هي في رأيي مواجهة حاسمة مش حاسمة لصعودك بقدر ما هي هتسهلك جدا فكرة التأهل من خلال اللعبة على المركز الأول أو الثاني وبعد كده تبدأ ترتب استراتيجيتك أن أنت هدفك تصدر المجموعة ولكن فوزك على بلاتينيوم هنا لازم يعقوبه فوز خارج الأرض عشان ده حيوفر للنادي الأهلي أجواء نفسية يا أحمد قبل ما يكون فنية مختلفة تماما لأن مباراة النجم أنا شايفها فارقة النادي الأهلي من أفضل الفرق اللي أنا شاهدتها في دور المجموعات إلى الآن في فرق بتقدم أداء جاية جدا يا جماعة الجاية مش واسعة جمهورنا عنده تخوف بحكم فكرة البعد عن اللقب وده مشروع جدا يا أحمد على فكرة وأنا مقدره ولكن البعد برضو بيتحدث وكأن فيه جاب وكأن الترجي وكأن الوداد وكأن سانداونز لأ النادي الأهلي هو الأعلى قيمة تسوقية بين كل الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وده لازم يكون مرضوده أن أنت على الأقل بتلعب على أدوار متقدمة جدا في البطولة والنادي الأهلي الدور المتقدم عنده هو النهائي وتحقيق اللقب هو باستثناء الخروج من البطولة اللي فاتت أمام سانداونز في دور التمانية أنت البطولة اللي أبلاها واصل النهائي ده العمل بقى يا أحمد عند الناس الانتباع ده وكأن إحنا أنبلاي ناس بتتكلم بسيكولوجيا وكأن إحنا بعيد قوي وكأن نتيجة سانداونز كاية كبيرة وإحنا لا ننكر ده بس ده مش معناه أن النادي الأهلي في أفريقيا مش فريق قوي النادي الأهلي كل عصام الشوالي حتى في تعليقه على المباراة كان بيتكلم فكرة لا النادي الأهلي هو المرشح الأول للقب إحنا المنافس نفسه والمنافسين وإحنا في عين المنافسين شايفيننا كده فما ينفعش نشوف نفسنا يا جماعة غير كده أرجوكم ده اللي لازم نشوف نفسنا بيه مع إن إحنا بنسعى طول الوقت للتدعيم نحب إن شاء الله أنا عندي ثقة كبيرة أن لعبت النادي الأهلي وجهاز الفنادي الأهلي مركزين في البطولة بشكل كبير جدا وبيبان الكلام ده التركيز حتى مباراة الدوري وإن شاء الله نوصل لنهاء البطولة وإن شاء الله نحققها المراضي بإذن الله عندنا خبر آخر أو بقى مش خبر آخر هو تفاعل من نوع خاص مع اللاعب حمد فتحي حمد فتحي منذ قصدته هو مصر أو عنده إسرار كبير جدا أنه يساند لعبي النادي الأهلي في كل مباراة من أرض الملعب الحقيقة حمد فتحي من الشخصيات أو من اللاعبين اللي كان عندهم إسرار غير طبيعة لأنه ينضم النادي الأهلي واللي كان حسب موقفه تماما واللي جاء النادي الأهلي بعيشه وحبه وانتماءه للنادي الأهلي ما كانش عنده خيار تاني كان الخيار الأوحد بالنسبة له في مصر هو النادي الأهلي ده كان قبل ما ينضم النادي الأهلي حمد فتحي بيتطبق اللي كان بيعمله قبل ما ينضم النادي الأهلي عمليا بعد انضمامه للنادي الأهلي راجل عنده إصابة راجل عنده بيمشي على عكاس وبيصر أنه يساند لعبي النادي الأهلي من أرض الملعب فأكثر من مباراة كان عادي جدا طبعا مش بزيد على حد يكون قاعد في البيت بيتفرج من التلفزيون لكن احنا بنقول شوفوا إصرار اللعب وحماس اللعب اللي بإذن الله نتمنى له عودة سريعة جدا وإن شاء الله يقوم معنا وإحنا بنحصد اللقب الأفريقي لأن بالفعل احنا في احتياج شديد جدا لحمد فتحي برغم تقلق ديانج الفترة الأخيرة لكن كان مهم جدا ننقض ضوء على حمد فتحي وننقض ضوء على فكرة اللعب المنتمي اللعب الأهلاوي اللعب ذو الخيار الأوحد اللي هو النادي الأهلي حقيقي حمد فتحي كان مهم جدا قبل الإصابة وإن كان ديانج بعوض جزئيا أدوار حمد فتحي ولكن المشهد ده أحمد ما شفناهش من حمد فتحي بس شفنا كمان محمود متولي قبل عودته من الإصابة تفاعله وهو قاعد مع الجمهور إزاي رأكشناته اللي غير مصطنع تماما وده اللي همني النادي الأهلي أي حد بيدخل جواه بيتطبع بطباعه بيحس إحساس جمهوره بيبقى مشجع بدرجة لاعب وده اللي شفناه من حمد فتحي وإن كان عندنا بخصوص الإصابة لاعب إصابته أحزنتنا جدا أحزنتنا لأن هي إصابة أنا شايف المشهد الدرامي والصياق الدرامي لها قاتل يعني سعد سمير إصابته من 9 شهور في 6 إبريل 2019 في مباراة سان داونز كانت إصابة صعبة ليه صعبة؟ لأن حمدي فتحي لأن سعد سمير خرج من الإصابة في مباراة اشتركوا في القناة 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 فنية